أهلا وسهلا فيكو أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد على اللوح المرة هاي في مفهوم جديد في شرح جديد عن الأسياخ تمام اليوم اللي نحكي عن الأسياخ إخوان من البداية راح نبلش سلسل إن شاء الله إنه شو الأسياخ وكيف تشتغل الأسياخ يعني شو الطريقة اللي بتشتغل فيها الأسياخ ليش الأسياخ بتأكس شمال يمين إلى آخره تمام يعني ليش السيخ بتحرك شو الطريقة ليش هذا هو عبارة عن سيخ بسيط تمام ليش بتحرك أخوان ليش بروح شمال ليش بروح يمين ليش بأكس ليش بسوي ليش بعمل شو السبب في سبب معين هو هذا اللي هو السر المخبه ماشي اللي ما حدا حكي عنه ولا حدا حكي بسلاثته ولا حدا عنده استعداد أصلا يحكي عنه تمام اليوم راح نشرح على سيخ الفراغ يعني راح نشتغل على سيخ الفراغ فقط لغير راح نحكي عن سيخ الفراغ ما راح نحكي عن سيخ المعدن الحلقة القادمة بنحكي عن سيخ المعدن وبنحكي عن الوضع ايش هو وليش السيخ بتحرك بالطريقة اللي انتو بتشوفوها على الفيديوهات او بتشوفوها بالميدان لما انتو بتفحصوا بالاسياخ انه شو السبب اللي بخلي السيخ يتحرك في قوة خارجية يعني او جن يعني بيحرك الاسياخ او ايش هو اللي بيحرك الاسياخ طبعا باستثناء الى العقل الباطن والامور تبعت العقل الباطن وبالنسبة اخوان لحلول الفيسبوك راح نهدي شوية في حلول الفيسبوك بصراحة لانه يعني مش ما في فضاوة او ما بدنا نلغي القناة الاولى والقناة الاولى مهمة جدا لانه قناة تعليمية وبتوصل الافكار للجميع وبتوصل السلافة للجميع فراح نهدي شوية بالنسبة للفيسبوك طيب راح نحكي طبعا عن السيخ هذا كمان تمام انه حتى السيخ هذا راح نحكي عنه انه الفراغ تبعه وشو الفكرة اللي بتحرك فيها السيخ ليش بتحرك يعني شو شو المغزة ماشي انه احنا حطين سيخ عادي هيك ويلا ويلا افحصوا وخلصنا من هالسلافة طيب راح نحكي يا اخوان عن المبدأ من البداية نشتغل على فكرة الفراغ وشو السبب اللي بيخلي الفراغ زي ما احنا شايفينه ماشي يأكس عليه السيخ او انه يتحرك عليه طيب عنا فراغ اخوان تمام يالت بس نزبط الفراغ شوي نزبط الفراغ شوي ماشي عشان يبين معنا الامور واضحة تمام عنا الفراغ اللي شايفينه جميعا طيب لما انا باجع عليه بسيخ من هذا المكان تمام لما باجع عليه بسيخ من هذا المكان شو اللي بيخلي يتحرك او شو اللي بيخلي السيخ يلف او الى اخر احنا نحن في نظام الهالات اكثر من مرة وسلفنا انه كل اشي في الدنيا الوهالة يعني احنا بنحكي على هالة ما بنحكي على خلينا نحكي انه الفراغ رح يعطي السيخ او اردر انه يا سيخ تحرك او يا سيخ لف او الى اخره كل اشي الوهالة يا اخوان الان عندي هذا الفراغ بدي اشتغل على هذا الفراغ الان الهالة كيف بتطلع من الفراغ انتبهوا يا اخوان انتبهوا عشان نفهم الهالة كيف تطلع من الفراغ الشكل الهالة هذا هو رح ارسملكو اياه عشان تعرفوا شكل الهالة كيف بطلع من الفراغ انتبهوا لانه الدروس هاي رح نعطيها تمام بحلقات متتالية لكن رح تكون مش يعني 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 مش رح نحكي فيها مرة ثانية ما رح نحكي في سلافة الهالة هاي مرة ثانية هالة الفراغ تيجي بالشكل هاي اخوان تمام فقط لا غير واللي عنده واللي بحكي انه هالة الفراغ الها شكل ثاني يجي يناقشني تمام يجي يناقشني ويقول لي لا مش صحيح شكل الهالة يختلف في الفراغ طيب عند خروج الهالة من الفراغ طبعا هون هون ما في هالة اخوان وضحات فوق الفراغ نفسه لا يوجد هالة الهالة فقط على اطراف الفراغ اللي احنا بنسميه التخيط اللي احنا بنخيط ماشي بنجي بنقول بدنا نخيط الفراغ بالطريقة الصحيحة هذا اللي احنا بنسميه التخيط الهالة فقط موجودة على الحواف تبعة الفراغ تيجي بالشكل هاذ الان خروجها من الفراغ يأتي بالشكل اللي راح تشوفوه الان راح يشتغل على الجانب واحد عشان وقت الفيديو تمام الخطوة الاولى راح يجي بالشكل هذا الان الخطوة الثانية راح يجي بالشكل يعني يعني راح يكون بشكل الافعى الافعواني تمام؟ يعني راح يجي هيك ويتحرك راح يجي هيك ويتحرك يهيك بتحرك إلخ 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 عبر ما نوصل للنهاية رح يجي بالشكل الافعواني هذا بهاي الاتجاه أو بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه في كل الاتجاهات في كل الأحوال هو صحيح تمام يعني إن كان بالاتجاه هذا والاتجاه هذا هو صحيح طيب طبعا الحكي اللي احنا بنحكيه برجع كمان مرة أتحدى أي شخص بقول عنده نظام الهالات تبعت الفراغ أتحدى أي شخص موجود في الدنيا يجي يقول لي الشغل هذا مش صحيح تمام بالنسبة له الفراغ بالذات تمام طبعا نفس العملية ماشي بتحرك كله كامل نفس العملية بكل الاتجاهات طيب شو بنفهم من الفراغ أو شو بنفهم من الهالة هاي المتعرجة أو المتموجة بالطريقة تمام ما بعد الخط اللي موجود هون اللي هو القاطع ما بعد القاطع لا يوجد هالة تمام يعني ما في هالة تخرج بشكل عمودي أو بشكل لفوق يعني عمودي ما في هالة الهالة فقط لغير يعني مثل ما تجيبوا مثلا على سبيل المثال خليني نحكي بتشوفوا في الأفلام بيجوا بيجيبوا مية بعدين بيحطوا هي الثلج الجاف لما بطلع من الصحن بطلع بشكل يعني يعني بتشوفوا البخار البخار للثلج الجاف بالذات بطلع من الصحن لبرة من الجوانب فقط لغير ما بطلع لفوق بطلع من الجوانب وبروح تمام نفس العملية بالفراغ طيب رح نحكي على الخط هذا الآن ما بعد ما بعد القاطع اللي طالع منه الهالة لا يوجد هالة يعني في الفراغ لا يوجد هالة عشان هيك احنا بنقدر نطلع المعدن نعرف انه فيها معدن او لا ماشي طبعا هاي الشغلات ما حكينا عنها في بداية القناة لكن الحمد لله انحنا تتطورنا مع بعض وصرنا نفهم الوضع شو هو وصرنا نفهم بالاشارات وصرنا نعرف الامور كاملة من اولها لاخرها ماشي فصار بديهي او طبيعي انه نحدد ايش يعني حركة السياخ لما صار جزء كبير منكم بيشتغل على الاسياخ وجزء كبير منكم فاهم الوضع تبع الاسياخ او فاهم الفكرة تبع الاسياخ لكن مش عارف مبدأ العمل تبع السياخ طيب ما بعد القاطع لا يوجد ها رح نكتبها لا يوجد هالة وضحات حسان ما حديد يقول لي طب والنص النص ما في هالة تمام الهالة فقط من الاطراف في النص ما في هالة طيب اذا حركة سيخ الفراغ باتجاه لما بتتجه انت باتجاه الهالات هاي حركة سيخ الفراغ رح يعمل معك بس حركة بسيطة اللي هي بكون يدور على الهالة شمال يمين شمال يمين لحد ما يوصل للمنطقة اللي بدو اكس فيها وضحات اذا رح انت تخش بين الهالات يعني فحصك رح يكون من داخل الهالات ماشي والسيخ بس رح يعمل معك الحركة البسيطة هاي تمام الان دخولك دخولك لمنطقة الفراغ مباشرة رح يأكس معك حكينا قبل هالمرة انه في حالة انا هون فرح يتجه فيه للاكبر في حالة انه انا هون رح يتجه باتجاه ثاني للاكبر يعني بروح للمنطقة الاكبر من الفراغ تمام لكن نرجع بنقول نفس العملية ما ما في عندي طبعا هذا الفراغ اللي احنا بنحكي عنه ان كان مضغوط ان كان مغارة ان كان ايش مكان ماشي هو نفس المبدأ ما رح تغير المبدأ ماشي وما رح تتغير القاعدة اللي احنا بنحكي فيها تمام اذا حركة السيخ باتجاه الفراغ رح تكون فقط تعطيك اتجاه الهالات اللي هو اتجاه متعرج مثل ما احنا شايفينه تمام بس رح يتحرك معك السيخ الان وصوله لمنطقة هاي رح يأكس معك بتنزل السيخ بترجع بترفعه الان وانت داخل الفراغ ما في اي حركة للسيخ جربوها على ارض الميدان جربوها في الميدان ما في اي حركة للسيخ لعند ما يوصل للتأكيس الثانية اللي هي عند الخط الثاني تمام ترجع انت بتنزل السيخ بعدها بترجع بترفع السيخ عشان تشوف اذا في قواطع ثانية رح ترجع حركة السيخ مثل ما هي شايفينها هسا الحركة اللي هي متعرجة يعني لما بكون هون رح يتجه بهذا الاتجاه لما يكون هون رح يتجه بهذا الاتجاه يعني كل حركة موجودة ماشي وكل تعرج موجود رح تشعروا فيه في الاسياخ بالطريقة هاي طيب الان لو في نقطة معدن في النص لو في نقطة معدن في النص الان بصير حر السيخ السيخ اللي هو سيخ المعدن اللي احنا بنحكي عنه سيخ المعدن بصير حر الحركة داخل الفراغ بصير حر الحركة هذا ما بيشتغل هون ما بيشتغل يعني عندي فراغ على سبيل المثال احنا بنحكي على سبيل المثال خايغير اللون عندي فراغ ستة في ستة مثلا عندي الفراغ ستة في ستة تمام على سبيل المثال الآن 6 في 6 يعني 6 خطوات في 6 خطوات بنحكي عن 6 خطوات من هذا لهون من هون لهون 6 خطوات تمام 6 في 6 هاي أخوان الحركة رح تكون عندك خطوات الآن رح تمشي مثلا عسبيل المثال عسبيل المثال امشيت بالاتجاه هذا هذا ما رح يتحرك معك كفراغ اللي رح يتحرك فقط اللي هو سيخ المعدن هذا ما رح يتحرك معك نهائيا رح تلاقي انه حركته اللي انت قبل ما تخش الفراغ اللي كانت حركة تعرج اللي موجودة تمام مجرد ما دخلت الفراغ ثبت هذا عشان هيك باجي بقولكو يا أخوان في حالة تحديد الهدف نقطة الصفر حددتها زجزاج من بره أخدتها زجزاج كامل الآن في عنده نقطة تمام بدي أحددها ربعتها أخدت التربيعة تبعتها خرصت أمورها تمام باجي عليها عن طريق انه بمسك السيخين بمسك السيخين بعد عن بعد تقريبا 17 من 17 فما فوق ماشي الآن وبس تدخل من داخل الفراغ هذا من داخل يعني صير في الداخل هنا رح ييجي معك هذا عكس عقارب الساعة هذا ما رح يتحرك هذا رح يظله ثابت هذا رح ييجي معك عكس عقارب الساعة وضحات عشان أحدد نقطة صفر أجمع عقارب الساعة بدي أروح خلينا نحكي بنبعد مترين بعدين برجع بكمل كمان مرة باتجاه نقطة صفر بعد التربيعة بعد ما أشتغل التربيعة بعد ما أشتغل ألاقي نقطة الصفر بشتغل عليها بالطريقة هاي وبروح عليها يعني بالمسافة اللي بين الاتين بروح عليها بلاقي بس هذا اللي بشتغل الآن هذا ما بشتغل نهائيا نهائيا ما بتحرك الآن وين بصير التحرك تبعه في حالة إنه هذا أكس مثلا على نقطة الصفر إذا ضليتك ماشي إذا ضليتك ماشي رح تلاقي هذا راح باتجاه أكس يعني باتجاه الفراغ لأنه راح يأخذ الهالة اللي موجودة في السطر الثاني في السطر هالة وضحات يعني نرجع بنعيد هاي كمان مرة المعلومة كثير مهمة يعني رحت بالاتجاه انت بسبعتاش مش هاي اتناعش مثلا تمام هيك سبعتاش خلينا نحكي وأكثر يعني رحت بالاتجاه الآن انت من هاي النقطة رايح باتجاه مثلا نقطة المعدن هاي نقطة المعدن موجودة هون تمام هاي نقطة المعدن اللي انت حددت بالزجزاج اتجاهها هاذ مفروض يعطيك على نقطة الصفر عكس عقارب الساعة ومستوي مع اليد تمام وهذا بظل ثابت الآن لو ظليتك مستمر بعد ما اخدت النقطة الصفر لو لذلك مستمر لقدام هذا رح يأكس معك يا بيأكس يا اما بيفتح انفراج الى آخره لكن هذا رح يظله بالشكل اللي احنا شايفينه وضحات يا اما هذا هيك بيفتح انفراج يا اما بيأكس زي هيك لكن رح يظل هذا بنفس الشكل لانه ما اخذ هالة المعدن ومثبت على هالة المعدن اذا شو استفدنا من المعلومة هاي اللي احنا حكيناها طيب هون واحد واحد داخل داخل الفراغ لا يوجد هالة للفراغ تمام هاي النقطة الاولى النقطة الثانية طبعا مش راح ظل وسع انا مهو التصوير مش عارف كيف تمام النقطة الاولى اللي هي داخل الفراغ لا يوجد هالة للفراغ النقطة الثانية هالة الفراغ تبقى بطلة تبين الكتابة بنعملها كل اللوح بنودي لها هالة الفراغ تبقى على حواف الفراغ تمام النقطة هذولى مهمات جدا عشان انا افهم ليش السيخ بتحرك شو السبب اللي يخلي السيخ يتحرك ليش يعني بيأكس ليش بتحرك هذا السيخ ليش بيأتكسل مش فاهم طيب النقطة المهمة اللي رح نحكي عنها خلينا نشيل كل هاد الحكي تمام هم هاي شلنا كل هاد الحكي دايما اخوان اللي بيعمل فيديو دايما يكون يمرتب الفكرة في دماغه وما ما يعمل تقطيع للفيديو نهائي يعني عشان يا أصخاب القنوات أخدمكو أفيدكو في هالسلافة عشان انت تكمل فكرتك وما يصير فيها انقطاع نهائي لا توقف الفيديو مسحنا خلصنا أمورنا تمام بنبلش مرة ثانية ما في أي مشاكل ما حدا رح يزعل منك صراحة وضحك لما بتقطع في الفيديو بعرف أنك انت رايح تدرس وترجع طيب بنرجع لنفس الفراغ لكن هالمرة بتعمله صغير عشان أخلي مكان للكتابة بنحكي عن الهالات تمام بشكل واحد رح يطلعين يعني بما معنى يعني احنا قاعدين بنحكي بنحكي عن الهالات داخل الفراغ ما عندي هالات نهائي عندي نقطة الصفر حددنا كيف طيب الان رح نحكي عن السيخ هذا السيخ الفراغ وضحات ناخد لون أسود عشان نحكي في هالة سيخ الفراغ طيب ان شاء الله واضح واضح الان هالة السيخ الفراغ هاي هي اخوان حكينا عنها في فيديو قبل هالمرة هاي الهالة تبعت السيخ يعني هذا السيخ وهي هالته ممكن تكون أكبر ممكن تكون أصغر وإلى آخر يعني ماشي احنا ما شفنا الهالة عشان احنا هذا كله نظريا يعني ما شفنا الهالة عشان نقدر نعرف قديش قياسها بالظل لكن الهالة السيخ تيجي بهذا الشكل واضحات هذا بنسبة لسيخ الفراغ الان الهالة اللي حكينا عنها اللي موجودة هون ماشي لما بتخل يعني بتخل السيخ ما بين الهالتين مدخل السيخ ما بين الهالتين رح ييجي الهالة تبعة الفراغ بالشكل هذا خليني برقى أغير اللون تمام عادي بنا نوخص هالة الفراغ رح ييجي هالة الفراغ بالشكل اللي احنا شايفينه تمام ومن المنطقة الثانية رح ييجي هالة الفراغ كمان مرة بالشكل اللي احنا شايفينه وضحات يعني الهالة الهالة تداخلت مع هالة السيخ الهالة اللي هي هالة الفراغ تداخلت مع هالة السيخ ماشي وعملت الحركة التموج في السيخ نفسه عملت حركة التموج اثناء الفحص وضحات نعتبر انه هذا عشان هاي احنا رسمين عليه نعتبر انه هذا هو سيخ الفراغ من اعتباره انه هذا سيخ الفراغ حركة التموج اللي احنا بنحكي عنها اللي هو السيخ بكون وانت ماشي بعمل معك الحركة هاي حركة كأنه رايك بسفينة وعلى مية تمام حسا لما بتيجي بتفحص انت مستعجل وهذا ما بتشعر في هاي الحركة اذا كان عندك شوية احترافية في الفحص راح تشعر في الحركة حركة بسيطة وانت شغال هيك راح تكون تعمل بس اكثر من هيك ما بتعمل يا اخوان اللي بيقول لك هيك بتكون تعمل واا واا وتلف محله السيخ والاخري ما في منه هذا الحكي الحركة بس بسيطة راح تكون تعمل معك بالشكل هاي تمام بيفسرها بعض الخبراء انها معدن لكن هي تداخل تداخل هالات هالة الفراغ تداخل هالة الفراغ بالشكل اللي احنا شايفينه مع هالة السيخ كونت عنا حركة التموج هاي اللي احنا قاعدين نملكانها لكن هاي الحركة داخل الفراغ ما في من داخل الفراغ انتهت انتهى حتى انتهى عمل سيخ الفراغ كامل انتهى كاملا هال اخوان المعلومة هاي عشان عشان احنا نكون فاهمين ليش السيخ بتحرك اذا انا ابدأ امسك لك سيخ واقول لك في حالة انه انت رحت باتجاه الفراغ السيخ رح يعمل معك هيك او رح يعمل معك هيك او الى اخره الان انت بتيجي بتسأل نفسك بتيجي بتسأل نفسك ما اقول سيخ مثل هاد بعمل كل هالشغل هاد طب كيف الفكرة كيف شو اللي شو اللي بيحرك سيخ الحراغ هذا شو اللي بيحركوا بالطريقة هاي يعني كيف بتحرك كيف بروح شمال يمين كيف بيسوي كيف بيعمل اوكي انا مسكت السيخ ومشيت اه والله تحرك معي ومش انا اللي حرك وهو تحرك لحاله لكن كيف تعال فسر لي اصحاب القنوات بكل الاحوال يعني ما بذكر والله العظيم لا اذكر شخص معين تمام لكن تعال فسر لي ايش المبدأ اللي انت بتحكي عنه شو هو ليش بتحرك السيخ هل هو تنافر ام تجاذب على الحالتين صحيح على الحالتين صحيح وضحات تنافر ام تجاذب على الحالتين صحيح لكن فسر لي بالطريقة اللي انا عشان افهمها فسر لي عشان انا اعرف ليش بيأكس معاي عند الحيط ليش بربع معاي ليش بخيط الفراغ كيف بخيط الفراغ شو السبب اللي بخلي السيخ يتحرك السبب هذا هو يخوان هذا هو بس هلات بس غير هيك ما في ما في اسباب ثانية وما في اشي اسمه اذا بطعم الاسياخ بمغناطيس او بطعم هم في كذا او بحط عدد مغناطيس معين انه راح يجيب للفراغ لا يا اخوان هو عبارة عن هالة الان لو بدنا نشتغل على هالات ثانية يعني على سبيل المثال بدنا نشتغل على الالمينيوم على سبيل المثال الالمينيوم له معدن ثاني ما بستعمل المعدن هذا تمام ما بستعمل النحاس ليش نستعمل النحاس لانه بتجاذب مع الذهب لكن لو بدنا نحكي الالمينيوم او مثلا على سبيل المثال انا بدأ اطلع الحديد الحديد الاقرب له المغناطيس اوكي اقرب له المغناطيس اذا بستخدم سيخ حديد وبحط عليه مغناطيس بصير يجيب لي الحديد البرونز البرونز اقرب له الحديد بستخدم سيخ حديد لان مش غلط انك تستخدم سيخ حديد لكن احنا في القناة هنا بنيجي بنيحكي يا اخوان ما بدنا ندور غير على ذهب بدناش غير ذهب شو بدي انا في حديد او شو بدي في فراغ فاضي انا اقعد ادور فيه صراحة انا بزلمة بدور على ذهب انا صياد صائد كنوز تمام بدور على ذهب فقط لغير شو بدي اطعم حديد ليش انا شعب حالي وضحات بقدر اطلع الفراغ بطريقة حلوة وعادي وبسيطة جدا عفكرة الفراغ بطلع على سيخ النحاس وبطلع على سيخ الحديد وبطلع على سيخ الالمنيوم بطلع على سيخ اللي هو القصدير اللي هو اللي بيستخدم تبع الراديو الانتين الراديو بطلع على كل الاسياخ الفراغ يعني اذا واحد اجه فحصتك فراغ فحصتك على سيخ حديد اوكي اخذ راحت علاقة على تبع تواعي ما شي بيجي بحصتك يبطلع لك الفراغ ما في مشكلة الفراغ بطلع على كل انواع الاسياخ بدون تطعيم يعني حط سيخ علاقة واشتغل على سيخ العلاقة بتطلع الفراغ لكن ما لم تبعلك لان اخذ الاسياخ الجديدة وما لم تبعلك الرابط موجود تحت الرقم المندوب احمد موجود تحت بالوصف تحت الفيديو هاي الاسياخ الجديدة ما الفرق بين هذه الاسياخ وبين هاي الاسياخ ولمش هي كبيرة وهCI صغيرة تمام الآن هذا متواجد في كل مكان وبتقدر تشتري كيف ما بدك يعني بتروح على تبع مواد البناء بتقوله بدي واحد زي هذا بعطيك لكن هذا مش متواجد شو الفرق بيناتهم الآن المحترف المحترف بيشتغل على هذول على صغار تمام المش محترف بفحص الأسياخ وبدو يتعلم عن فحص الأسياخ بيشتغل على هات أول شي المقبض أعطاني الزاوية القائمة أعطاني الزاوية القائمة بدون متعب حالي بمسك المقبض وبمشي أي حركة في السيق غلط ماشي رح يصير يعطيني وأنا واقف محالي ثابت رح يصير يعطيني التحركات تمام لكن إذا بمسكه بالشكل الصحيح بيظل ثابت معي بعطيني القراءات اللي بدي إياها الشغل الثاني المهمة عشان الكل يترزق الشغل الثاني المهمة رحطه من جنب بعض عشان أتبين الحكي أو القصد اللي أنا قاعد بحكي عم خنوخذ هالة هذا هالة هذا ماشي هالة هذا زي ما شرحنا قبل شوي راح تكون بالشكل لكن هذا هالته تختلف شو اختلاف الهالة هاي الهالة اللي هون طبس نزيح هذا شوي ماشي انتوا فهمتوا الهالة تبعت هذا شو هي حكنا احنا في الفيديو فهمتوها هالة الكبير عشان أوسع مش بقطع في الفيديو هو كلام ماشي احنا بنحكي حكي لكن اذا انت مسترسل في الحكي صديقي الخبير اذا انت مسترسل في الحكي فما بتقطع في الفيديو هالة هذا يا اخوان الشكل اللي موجود اعصملكو هالته بالشكل الصحيح هذا هالته هيك هالته هالته اضخم هالته اضخم بهذا الشكل فقط يعني هذا راح يلقت معاكو اسرع لانه مبتدئ انت كمبتدئ ماسك السيخ وماشي راح يمسك معاك اسرع ماشي هذا بده بده واحد محترف يعرف حركة السيخ ويعرف هذا وين بودي هذا وين بودي هذا وين بده تدريب يعني هذا هذا بده تدريب كثير لكن هذا ما بده تدريب امسك وامسك بزاوية قائمة وامشي هالته راح تكون بهذا الشكل اللي احنا شايفينه وضحت يا اخوان ليش احنا استخدمنا الاسياخ هذا ولو سويناهم عشان هالته اقوى هالته السيخ اقوى يعني بلقط لك التردد اسرع بلقط الفراغ اسرع ماشي لكن هو عمله نفس عملها نفس عملها لكن هذا للمبتدئين وهذا للمحترفين شوفوا هذا ابو الدنار للمحترفين بس محترف بده يكون عال بده يكون شفير عليه مصبتش اجي والله بس امسك السياخ وامشي لا هذا بده تدريب هذا بده تدريب كثير هذا بده تدريب شوي لكن هذا بده تدريب كثير بدك تتعب على حالك عشان هاذ هاذ دقيق دقيق جدا لكن هاذ للمبتدئ دقيق برضه وحلو وضحات هذا الفرق بين هذا وهذا عشان ما حدا يظل يقول لي شو الفرق بين بين الجديد وبين القديم بس هو فرق واحد اللي هو بالهالة ماشي ومدى دقته للمبتدئ كمبتدئ مدى دقته للمبتدئ وضحتي اخوان اذا بناخذ النقاط بشكل اخير بناخذ النقاط بشكل اخير عشان نفهم احنا شو اللي سويناه بالضبط تمام عندي شوفوا انهون ايوه واحد رقم واحد الفراغ الفراغ له هالة الفراغ له هالة على اطرافه على اطرافه بشكل متعرج هاي النقطة الاولى راح زايح الخط نازل تحت نجيبنا مصدر للمراجع طيب اثنين داخل الفراغ لا يوجد هالة هاي هاي للخبرة لجميع الخبرة اللي موجودين تمام واحد يجي غلطني يقول لي داخل الفراغ فيه هالة ماشي وانا هاي الميدان موجود الميدان موجود هو الفيصل بيناتنا واحد بس يجي يقول لي داخل الفراغ يوجد هالة مش على اطرافه هاي ثلاث حركة الاسياخ على اطراف الفراغ حركة انجذاب او تنافر فقط لا غير تمام اربعة خذوا المعلومات قبل من موت يا اخوان خذوا هنا المعلومات قبل من موت مشان الله هلكتونا بنصور بنساو خذوا هالمعلومات وافهموها وتحدوا فيها مما بدكم انتوا تحدوا يعني انتوا بس يجيكم خبير قولوا له تعالي يا عمي حركة الاسياخ على اطراف فراغ شو هي اذا جاوبك قال لك تجاذب وتنافر ومش اذا قال لك تجاذب تنافر كله ممتاز انت افحص تمام طيب هالة هالة الاسياخ هالة الاسياخ تتداخل مع هالة الفراغ هالة الاسياخ تتداخل مع هالة الفراغ بالشكل اللي احنا شفنا يعني شفنا هالة السيخ كيف والفراغ هالته كيف بتدخل من داخل السيخ بيعمل الحركة اللي هي متعرجة زي حركة المي تمام هاي نقاط الاربعة بل ايش هي نقاط هالة الاسياخ تداخل مع هالة الفراغ حكينا عن السيخ كبير حصيخ الصغير كل ما طبعا يعني احنا ما بنحن نحكي انه انتو كبروا الاسياخ خليهم على ثلاثة ميلي عشان المسكته سهلة يعني بتمسكوا بيدكو سهلة حركته او خلينا نحكي سألني سؤال شخص على القناة تمام شو السؤال نسيته سألني شخص انه هو طول الاسياخ لو كانت اطول بتجيب احسن تمام جوابتو انا جواب جوابتو جواب انه لو كانت اقصر راح يجيب احسن لو كانت اقصر راح يجيب احسن لكن احنا اخذنا القياس اللي هو للفراغ اربعين بالمقبض عشرة تمام لانه قياس مناسب على مسكة الايد قياس مناسب انه السيخ يظل دغري لانه كل ما زاد السيخ راح يصير في انجذاب اكثر للارض ماشي راح يكون الفحص تعبان بس اهم اهم اشي انه لازم يكون في عندك فرق بين الاسياخ اللي هو العشرة سانتي يعني العشرة سانتي اللي هي الفيصل ما بين انه انا بدور على مي ماشي او بدور على معدن فقط لغير اللي هي عشرة سانتي الفرق ما بين الاسياخ زي ما احنا شايفين هاي هم تمام في عشرة سانتي الفرق ما بينهم بس نشكركم على المتابعة وان شاء الله هاي الحلقة كانت حلقة قوية فهمنا فيها هو شو الفراغ وشو الاسياخ وشو كيف تشتغل اسياخ الفراغ على الفراغ وان شاء الله انه الجميع استفاد لا تنسونا يا اخوان اشوف كيف منكتب عليه هاي هاي هذا هيك لا تنسونا اللايك ماشي عشان ينتشر فيديو عشان يوصل للخبرات الثانين ما عرش هذا لايك ولا هو ايش هيك عامل هيك تمام لا تنسونا اللايك اخوان عشان يوصل لا اكبر عدد ممكن من الناس والكل يستفيد من هاي المعلومات واشاركوه هذا في الفيسبوك ماشي ولا تنسوا مش مشترك في القناة اشترك في القناة فعلت جرس عشان نشوف الحلقات الجاية والحلقات القادمة ولا تنسوا اللايكات اخوان شكرا جزيلا للمتابعة شكرا